نحن لخبر آخر يخص منتخباتنا 56 مدالية مصرية في البطولتين العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف واللي كانت بتتلعب في شرم الشيخ في الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر اللي فاته طبعا نتعامل تحت رعاية اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء والدكتور أشهر صفحي وزير الشباب الرياضة وبتنظيم الاتحاد المصري رغوص والإنقاذ برئاسة سامح أشهزلي مصر احتلت المركز الأول في البطولة العربية رقم 15 بيجمالي 28 مدالية وجمكة التالي 14 دهب 12 فضة و2 برونز وجي بعد منتخبنا في الصدرارة منتخب تونس براسيد 3 مداليات 2 دهب 1 فضة وجي منتخب الأردن في المركز التالي براسيد 9 مداليات جمكة التالي 2 فضة و7 برونز وبعده جي منتخب الجزائر في المركز الرابع بجمالي 5 مداليات وكان 1 فضة و4 برونز وبعد دي المنتخب الكويتي في المركز الخامس بمداليتين برونز والبطولة تشارك فيها سبع منتخبات وهم الجزار وليبيا وتونس والكويت والإمارات والأردن بالإضافة لمصر بلد المضيف أما لو رحنا لبطولة أفريقيا وده طبعا حاجة كويسة الحقيقة من الاتحاد نلعب البطولتين ورابعة أعداد كويس واستفادة للمنتخب بشكل كويس ومنرجعش منخرجش برد التركيز أما لو رحنا لبطولة الأفريقية فتلاقي منتخبنا سيطر على أغلب المداليات برصيد 28 مدالية وكانوا 13 دهب وزيون فضة ومداليتين برونز ألف مليون مباريك لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف هذه الأرقام الجيدة والمداليات الكثيرة سواء في البطولة العربية والأفريقية